أقول السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما صحة حديث الذي ورد في صلاة الشروق ما في شيء أولا من حيث تحرير التسمية لا يوجد شيء اسم صلاة الشروق يا أخوان ولا يوجد شيء اسم صلاة الإشراء إنما هي تعد من الضحى هذه واحدة الأمر الثاني حديثها أصله عند مسلم من حديث أبي هريرة من صلى الفجر في جماعة ثم جلس فيه مصلاه يذكر الله حتى تبطع الشمس إلى هنا الحديث عند مسلم الزيادة عند الترمذي مختلف فيها تصحيحا وإعلالا وتضعيفا ثم صلى ركعتين كأجل حجة وعمرة تامة 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 حسنها العلامة الألبانية رحمه الله وضعفها غيره والله أعلم وهي للتحسين أقرب إن شاء الله كما اخترته اللجنة الدائمة وأفته به الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع متى وقت صلاتها بعد عشرين أو خمسة عشر دقيقة بعد وقت الإشراق الذي هو موجود في التقاويم وتعد من الضحى نعم تعد من صلات الضحى نعم ترجمة نانسي قنقر